السلام عليكم ايران في دائرة ثناء اعلام طائرات F-35 اسرائيلية تشارك في مناورات دولية لم تكن مشتركا في القناة في الشرك واذا كنت من المشاركين لا تصد اعجاب بهذا الفيديو افدت وسائل اعلام عبرية يوم الاحد بان الجيش الاسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية في ايطاليا وذكر الموقع الالكتروني والا يوم الاحد انه للمرة الاولى يجري سلاح الجو الاسرائيلي مناورات عسكرية على طائرات من طراز F-35 في دولة اجنبية او خارجية وهي ايطاليا وبمشاركة بريطانيا وامريكا واكد الموقع ان هذه المناورات العسكرية جزء من مناورات التاج الخامس بمشاركة كل من اسرائيل وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية للتدريب على البنية الثحتية للناتو بهدف واحد يجري اعداده ضد ايران وجاء في التقرير الخاص بالموقع الالكتروني بان ايران في دائرتنا وهو ما يعني ان المناورات العسكرية التي تشارك فيها اسرائيل بطائرات قوية متطورة من نوع F-35 للتدريب على استهداف ايران وبدأت المناورات التي تشارك فيها ست طائرات اسرائيلية من طراز F-35 تدريبات عسكرية اليوم الاحد ولعدة ايام اخرى حتى نهاية الاسبوع المقبل بدعوى التدريب في منطقة او ساحة جوية غير معلوفة واترى الموقع العبري الى ان رحلة الطائرات F-35 الاحدث الى ساحة الثمرين في ايطاليا تعتبر هي الرحلة الاطول بالنسبة للاسرائيليين حتى الان في الاخير اذا كنتم من المهتم بالنوعية من الاخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا